أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست قبل نبدأ حبي نوجه رسالة شكر لرعاة هذه الحلقة المجدية للاستثمار التحول والتطور الكبير اللي تشهدها المملكة صنعت فرص واعدة للاستثمار ورواد أعمال مليئين بالطموح والابتكار وشركاءنا رعاة هذه الحلقة المجدية للاستثمار تعودوا على اقتناص هذه الفرص وتمكين رواد الأعمال والشركات للنمو والنجاح والمساهمة في صناعة مستقبل اقتصاده مزدهر يلا حيام طيب هذا الجزء الثاني من حلقة المتنبي ونحاول أن نناخذ أكثر شيء نكتر ناخذ من هذا الشهر العظيم حيالله للمشاهدين المستمعين الكرام حيالله أبو بلقيس حياك ربي يرمس حيالله أبو فجر تذكرتك اليوم تذكرتك وحيالله أبو المشاهدين المستمعين في القناة الثقافية وإن شاء الله تكون حلقة رطيفة خفيفة على قلوبكم نشكر رعاتنا بكلو محمصة ومقابي كلو وكذلك المجدية للاستثمار أحياكم الله جميعا اليوم نتكلم عن متنبي حاولنا نفرق بين حلقة له وحلقة السابقة حلقة السابقة كانت الفكرة أنها تكونت تتكلم عن المتنبي الذاتي بس ما نديش قاعد يصير فجأة قاعد نسورف عن كل شيء فاليوم سنسورف على المتنبي في حضرة الملوك شاعر الملوك والخلفاء عندنا محطات كبيرة في حيات المتنبي يعني مرحلته قبل سيف الدولة مرحلته مع عبدر بن عمار مرحلته مع كافور لخشيدي مرحلته مع سيف الدولة مع عضد الدولة يعني مراحلة كثيرة مر فيها وكل مرحلة كانت محطة مهمة من محطات شعره لأنه ارتباطه بالملوك لم يكن ارتباط أعتقد أنا وممكن بحشي بيصورة أبو فجر في الموضوع ما هو ارتباط مادح بممدوح فقط لا فيه هو يشوف قدوة يشوف مقدوة يشوف نموذج معين يتطلع إليه في هؤلاء الملوك وله فلسفة في اختياراته ففضل أبو فجر بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت وذكرنا طرفه من هذا في اللقاء السابق الزمن الذي ورد ونشأ فيها والطيومة نبدي هو الزمن الذي تضعضعت وتزعزعت فيه الدولة العباسية وسيطر على البلاطة الترك والفرس وغيرهم من بني بويه لهم من الديلم أصلا وليسوا من الأعاجم من الأعاجم حتى كنا ذكرنا الكلمة السابقة اللي قالها لابن العميد لما انطلب منه أن يذهب لعضو الدولة قبلها قالوا المتنبي قالوا ما لي ولي الديلم هكذا ما لي ولي الديلم هذا لي طريق ولي طريق فالبويهيون يمدحهم أناس والحمدانيون بني تغلب أعرب أقحاح يمدحهم أناس هذا الجوب فهمه ضروري جدا لفهم نفسية أبي الطيب في ممدوحه فممدوحه فئتان الفئة الأولى الذين مدحهم أبو الطيب وإن لم يكن معجبا بهم حق الإعجاب ولم يكن يعني ميالا لهم إلى مذهبهم أو اعتقادهم في العروبة وغيره طالبا للمال طالبا للدنيا الفئة الأخرى وهي الأهم التي مدحها أبو الطيب ونتنبيه ويعتقد حقا وصدقا أنهم جديرون بهذا المدح لأنه بشكل أو بآخر أول قصيدة قالها عن فدرن عمار أحلم أن نرى أم زمانا جديدة أم الخلق في شخص حي أعيد تجلى لنا فأضأنا به كأن نجوم لقينا سعودة أول قصيدة ولذلك ذكر بوصيل القصائد قال فدرن عمار اللامية والآذن فيها بالرحيل بعد الوشاة ففدرن عمار كان شخصا عربي المذهبي صحيح النسب على مذهبه في بغض الأعاجم وكره سيطرتهم على العروبة بدرن عمار وسيف الدولة والحمدانيون عموما كأبي العشائر وغيره يعني كان يمدحهم متنبي لأنه فعلا يحبهم أما كافور وعض الدولة وغيرهم فكان يعني يريد منهم مال ويطلب منهم دنيا لما دخل بغداد كما قلنا وما دحب رحم التنوخي شوفها الأبيات اللي قالها في سياق مدحي لهم يقول وإنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجموا لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمموا بكل أرض وطئتها أمم ترعى لعبد كأنها غنموا يستخشن الخز حين يلمسه وكان يبرى بظفره القلم الله أكبر يعني هو يسخر منه كانوا في حال وضع مغاير ومخالف هذا طبعا من ناحية المضمونية الأخلاقية لأننا لا يعنينا لأن مسألة العروبة والأعجمية ليس لها اعتبار من الله عز وجل في النجال الأخروية لكن نتكلم عن أوضاع سياسية وعن الأشياء التي أثرت في أبي الطيب وأدت به ليمدح قوما ويذم آخرين من مدح من ملوك اللي مر يعني في بعضهم أخذ قصيدة قصيدة لكن أنا أقصد اللي أطال عندهم طرعا سيف الدولة في سنين والحمدانيون عموما يعني كانوا يحبهم حبا صادقا وعندك بدر بن عمار قبل هذا أبرض نموذة وابراهيم التنوقي مدحه كثيرا وكان صديق أصلا لكن غيرهم من طر لمدحهم مجاراتا ومجاملة وطلبا لمال وغيرا وإلا بنبه بعد سيف الدولة ترغتنا يعني كان غنيا حتى لما رح لكافورة وصناتي على هذا وما كان يطلب المال كان يريد ولاية وسياسة يعني منصب جميل طيب خلنا شرك بنخلها يعني بدر بن عمار رقطع كلامك خمس سنين تركات عندهم أي خلنا نخده واحد يعني وش القصادة اللي قالها مثلا في بدر عبد عمار لما هو يعني كان من أوائل ممدوحي أنا بدر بن عمار حقيقة ليس عندي شيء غير غير الدالية لا لا واللامية أنت ذكرتها وحقت معفرة ليث الهزبر وكان استحقت لكن أنا أود ليقول قصيدته في هذا اللقاء مفترض حقيقي هذا مشكوك في صحتها حتى محمد شاكل مذكرها قال مشكوك في صحتها لكن احتمال أنه التقى بسيف الدولة وهو صغير لم يبلغ العشرين في عام ثلثمية وواحد وعشرين هجري سيف الدولة خرد لموضع قريب من العراق وأوقع في قوم مقتلة صحيح فالتقى بسيف الدولة وكلاهما يعني طبعا سيف الدولة أكبر وأسن منه لكن كلاهما لم يكن يعني قد بلأ وأجزل له سيف الدولة لعطاه فشوف شوف الأبيات اللي يقولها يعني حتى تعبيره عن وصوله لسيف الدولة وفرحه بلقائه في هذا اللقاء الأول لقاء السحاب يقول ذكر الصبا ومراتع الآرامي جلبت حمامي قبل وقت حمامي دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللوامي فكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة ابن حزامي ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها وأفنت بالعتاب كلامي قد كنت تهزأ بالفراق مجانة وتجر ذيلي شرة وعرامي ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلامي ليت الذي خلق النواجع للحصى لخفافهن مفاصلي وعظامي متلاحظيني نسح ماء شؤوننا حذرا من الرقباء في الأكمام وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي فرج حرامي ثم يقول لسيف الدولة أن أنت المنشود أنت المرغوب أنت المطلوب أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكارمهم لغير تمامي أكثرت من بذل النوال ولم تزل علما على الإفضال والإنعام عيب عليك ترى بسيف في الوغا ما يفعل الصمصام بالصمصام إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام ملك زهت بمكانه أيامه حتى افتخرنا به على الأيام وتخاله سلبل وراء أحلامهم من حلمه فهموا بلا أحلامه وإذا امتحنت تكشفت أعزماته عن أوحدي النقض والإبرامي الله أكبر أوحدي النقض والإبرامي هذه القصيدة إن صحت بس هي اللي قال أول بعده حصل فاصل طويل وأثناءه التقى بدر بن عمار ثم بعدين رحل سيفة الدولة وقبله التقى بابل عشائر يعني ينزل عنده بابل عشائر في منطقة قبل حلب صحيح الأبو الطيب في بداية حياته مثل ما ذكرت في الصباح في موضوع المدائح يبدو المستعرض لسيرته بابل طيب سيجد أن الأبو الطيب كان يبحث عن نموذج يجسد المعاني الموجودة في شعره هو بطبيعته متشوف للمعاني العظيمة معاني الفروسية والبطولة والحصول وإيجاد شخص يمثل هذه المعاني لذلك نفهم لماذا المتنبي أصلا ما كان يطمح فقط والمال هذا هو بالنسبة له كانت برحلة بداياتي موقع وكان يبحث أكثر من ذلك يبحث عن أن يكون مؤمرا على بلدة أو ضيعتنا أو ما إلى ذلك لأنه يريد هي تشبه إلى حد ما الشخص الذي يقوم عوضا عن أن يكون مثلا كاتبا أو ممثلا في عمل سينمائي أن يتحول إلى كاتبا ثم إلى مخرج هو يريد أن يصل إلى المرحلة التي يتحكم فيها بالظروف لا أن يكون جزءا يسيرا ضمن هذه العملية المعقدة هو يريد أن يكون متحكما فلما التقى بسيف الدولة وجد في هذا الشخص هذه الصورة وهذا النمط الذي يريد يريد بطلا يخوض معارك ضد الأعداء الآخرين وبالتالي سيف الدولة كان يجابه الروم وهذا الأمر لم يتأتى لأي شخص أو أمير في ذلك الزمن وبالتالي أنا أعتقد أن المتنبي وهو كان مطمحا لكثير من الأمراء أن يكون شاعر بلاطهم المتنبي إلا أن فرح المتنبي بكونه شاعرا في بلاط سيف الدولة أكثر من فرح سيف الدولة من أن المتنبي أصبح شاعرا بلاطه وإن كان سيف الدولة قد فرح بلا شك بذلك ولكن المتنبي كان أشد والمتنبي كان يخوض معه المعارك ويذهب معه ويقوم بالفعل بعملية القتال ويجسد هذه المعاني من ضمنها أبيات مدح في سيف الدولة يقول فيها إلى ما طماعية العاذلي إلى ما طماعية العاذلي ولا رأي في الحب للعاقل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل وإني لا أعشق من عشقكم نحولي وكل امرئ ناحلي ولو زلتم ثم لم أبككم بكيت على حبي الزائلي أينكر خدي دموعي وقد جرت منه في مسلك سابلي أول دمع جرى فوقه وأول حزن على راحلي وهبت السلوة لمن لامني وبت من الشوق في شاغلي كأن الجفون على مقلتي ثياب شققنا على ثاكني ولو كنت في أسر غير الهوى ضمنت ضمان أبي وائلي فدا نفسه بضمان النظاري وأعطى صدور القنى الذابلي ومناهم الخيل منجوبة فجئنا بكل فتى باسلي كأن خلاص أبي وائل معاودة القمر الآفلي دعا فسمعت وكم ساكت على البعد عندك كالقائلي فلبيته فلبيته بك في جحفل له ضامن وبه كافلي خرجنا من النقع في عارض ومن عرق الركض في وابلي فلما نشفنا لقينا الصياطة بمثل صفى البلد الماحلي شفنا لخمس إلى من طلبنا قبل الشفون إلى نازلي فدانت مرافقهن البرى على ثقة بالدم الغاسلي وما بين كاذيتي المستغير كما بين كاذيتي البائل فلقين كل ردينية ومصبوحة لبن الشائل وجيش إمام على ناقة صحيح الإمامة في الباطل فأقبلنا ينحرن قدامه نوافر كالنحل والعاسل فلما بدوت لأصحابه رأت أسدها أكل الآكل ناسهلا ناسهلا جميل هذه لأمية برضو لأمية لأمية يعني يدخل بهذا المعاني كيف استبشر هذا الرجل بمقام بسيف الدولة وجيشه عندما جاء لإنجاده ويأتي بهذه المعاني ويأتي بهذه المعاني يعني المتميز فيها المتنبي لا يسبقه إليها أحد نوعا ما وكما ذكرنا قبل قليل بأن المعرفة هي التراكمية وبطيب المتنبي بلا شك موضوع أخذ أو لم يأخذ هذا طبيعة المعرفة ذكرت شيء ذكره الصبا ومرات العرامي ذكرت شيء عن المطالع والمقدمة النسبية الطللية بالضبط يعني الذي نعرفه الذي نعرفه في الشعر القديم الشعر الأول الشعر الجاهلي دائما تبدأ بمقدمة طللية والمقدمة الطللية هي دائما تترحل معنى ماذا معنى مساءلة هذا الربع أو هذا الطلل والوقوف طبعا والمساءلة يأتي هذا الشعر يقف عند الطلل ويبدأ يسأله أين أهلك أين أصحابك ماذا فحل بهم وهكذا ولكن دائما يبدأ يلوم أن هذا الربع الذي أسأله لا يرد هذا الجواب وهذه مرحلة استمرت فترة طويلة في الشعر العربي بدأ الشعراء في العصر الآخر المتقدم في تجديد الشعر جاء مثلا البحتري وحاول أن يرفع مستوى الشعر في هذا البعر فقال قصيدته الشهيرة قال هب الدار ردت رجع ما أنت قائله أنت الآن تريد أن هذه الدار ترد عليك لنذهب معك على هذه الفرضية هب الدار ردت رجع ما أنت قائله وأبدى الجواب الربع عما تسائله أفي ذاك برء من جوان ألهب الحشى توقده واستغزر الدمع جائله لن يفيدك حتى لو رد عليك الربع هذا السؤال لن يفيدك فجاء المتنبي بعد ذلك ورفع المستوى أكثر وقال فديناك من ربع وإن زدتناك وإن زدتناك وإن زدتناك أربع فقد كنت أنت الشرق للأرض والغرب وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لب كيف نعرف هذه الدار أصلا لأن الذي فقدناه في هذه الدار انتزع فؤادنا فلم نعلم أين هي داره أصبحنا في متاهة بعد فقدانه فلا نعرف هذه داره أم ليست داره هذا مستوى آخر وبالتالي المعرفة التراكمية يبني ويغير وكنت ذكرت في الحلقة الماضية مسألة يدفن بعضنا بعضنا يمشي واخرنا على هام الأوال والمعري بالضبط دائما نستطردنا يا شيخ أنا داري أنه أنا أستطرد لك في حضرة أنا عضو مراقب اليوم عضو مراقب الاسترادات أنا عارف تسمعني بسطات واحد نداري المتنبي معك والمشايق موجودين يعني موضوع أنه المتنبي المتنبي مسموح أنا عارف بتروح الجواهري ولا عبد الرزاق ولا بدوي الجبل غالبا واحد منهم لا 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 أقدم أقدم وله الواحد برضو يعني لكن عطاري الأطلال وأنه أنا كيف أنا لا أتجيبك كذلك في صر دور عنده مقطع قصيدة صلي عن النبي صلاة نبي بمفاجر برنامج برنامجك ونحن جميعا في ضيافة لا 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 صر دور عنده مقطع يتكلم عن أنه يعني استحضر موضوع الأطلال ثم تذكرت المتنبي هنا شيقول يقول وفاكوما كالربع هشجاه وطاسم بانتوسعدة يقول بريت وبيل الأطلال إلا ما أقف بها وقوف شعيح ضاعف التربي خاتمه هو شيقول صر دور عنده نفس الفكرة أنه هذه الأطلال بريت وفرض لنا أبله بسبب الشوق فعنده مقطع يا الله ياخذ المظلوم الشاعر يقول مرض بقلبك ما يعاد وقتيل حب لا يقاد يا آخر العشاق ما أبصر تأولهم يذاد يقضي المتيم منهم نحبا ولو ردوا لا عاد يا الله ملك النفوس فهل لنا من بعدها ما يستراد أبدا جنايات العيون بحرها يصل الفؤاد ما أخلت غزلان اللواك ضباء مكة لا تصاد يقضان تنصر أحبلي عنها ويقنصها الرقاد بالعذل توقض لوعة وبقدحه يور الزناد لم يستطع إطفاءها دمع كمن خرق المزاد لا تنكر جرحي فللعذى لألسنة حداد طمع وأنت برامة في من تضمنه النجاة والحي قد هبطت خيامهم وقعقعة العماد لو يسمحون بوقفة أبت المطايا والجياد رحلوا بأقمار رحلوا بأقمار عليها تحسد الكوم الجلاد رحلوا بأقمار عليها تحسد الكوم الجلاد تعفوا المنازل إن أو عنها وتغبروا البلاد والحي أولى بالبلا شوقا إذا بلي الجماد ما ضرهم والحسن لا يفنى لو يمتنوا وجادوا أترى حرام أن يرى في الناس معشوق جواده والبخل والمطال أترى حرام أن يرى في الناس معشوق جواده مقطع يا أخي عجيب عجيب سر در مقدماته مقدماته بديعة بعد ذلك لا لا مسموح وفاءكما كالربع هذه القصيدة هامة لأنه كان خارج حلب فنزل في حضرة أبي العشائر حتى يقول أبي العشائر في بيت جميل لأنه متنبي في مدحي الحمدانيين تغير أين عم نفسه حاضر وفخره من نفسه وعداده بذاته وسنرى هذا حاضر لكنه ليس ذات النوط الذي كان موجود مع الشعر والآخرين رأى فيهم نفسه فعلا حتى فما كان حتى يفتخر كثيرا بيتوفن الموسيقار الكبير له السيمفونية عن نابليون بونابرت سماها البطل ثم أحبط لاحقا فغير اسمها من البطل للبطولة نفس الإحباط ترى بصورة أخرى زمن سابق أقدم حصل مع متنبي وسيف الدولة رأى فيه كل شيء رأى فيه ذاته بل وفؤادي من الملوكي شيخ فايد نعم وفيه شيء أن الرجل كان يرى نفسه ليس فقط شاعر العظمة الشعر لكن يرى نفسه أنه أكظم لكن رأى نفسه فيه في سيف الدولة مديحو الحمددين عجيب حتى يقول له بالعشائر يقول فسرت إليك في طلب المعالي وسار سوايا في طلب المعاشي يواضح معه أنه أنا أنا أحبكم فعلا فلما التقى في حضرته بالعشائر باللقاء سيف الدولة ماذا قال له هذا البيت يقول وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمائمه إيش يحبر بالك مباشرة العروبة العروبة تقبل أفواه الملوك بساطه ويكبر عنها كمه وبراجمه قياما لمن يشفي من الدائكيه ومن بين أذني كل قرم مواسمه قبائعها تحت المرافق هيبة وأنفذ مما في الجفون عزائمه له أسكر خيل وطير إذا رمى بها أسكر لم يبقى إلا جماجمه سحاب من العقبان يزحف تحتها سحاب إذا استسقى سقتها صواري نفس الفكرة في القصيدة السابقة سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائم مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قوادم فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائم غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطم وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت وكنت السر والليل كاتم تحاربه الأعداء وهي عبيده وتدخر الأموال وهي غنائم ويستكبرون الدهر والدهر دونه ويستعظمون الموت والموت خادم وإن الذي سمى علي لمنصف وإن الذي سماه سيفا لظالمه وما كل سيف يقطع لها محده وتقطع لزبات الزمان مكاربه شوف المتح متح عظيم متح جليل وفيه في سياق آخر يقول البيت عظيم يقول نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام أنه الزمن بخل التقينا لأنه استعجل في العودة إلى حلب ومرضت زوجة من المتنبئة كانت حامل وماتت بحملها وجنينها فوقف والدنيا تمطر يستبطئ سيف الدولة ويطلب منه التأني والانتظار حتى يأخذ منه شيئا يقول رويدك أيها الملك الجليل تأن وعده مما تنيل لم ياتش استطيع رجل رويدك أيها الملك الجليل تأن وعده مما تنيل وجودك بالمقام ولو قليلا فما فيما تجود به قليل لأكبت حاسدا وأرى عدوا كأنه ما وداعك والرحيل إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول ومن أمر الحصون فما عصته أطاعته الحزونة والسهول وما للسيف إلا القطع فعل وأنت القاطع البر الوصول وأنت الفارس القوال صبرا قد فني التكلم والصهيل يحيد الرمح عنك وفيه قصد ويقصر أي نال وفيه طول فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما أقول ولو جاز الخلود خلت تفردا ولكن ليس للدنيا خليل يعني هو يستثمر حضور سيف الدول أي مشهد يا رجل له بيتين في الديوان كان واقف سيف الدولة واقف والمطر يهطل قل لعيني كل يوم منك حظه تحير منه في أمر عجابي حمالته ذا الحسامي على حسامي وموقع ذا السحابي على سحابي الله أكبر فهو فعلا عدد ذا البيت الثاني يقول حمالته ذا الحسامي على حسامي سيف الدولة وموقع ذا السحابي على سحابي فهو فعلا كلاهما رأى في الآخر شيئا مختلف ويقصر ويخطئ من يظن أنها علاقة ممدوحة بشاعر لا لا هذا السطح الممدوحة تماما سيف الدولة ما كان يعني جلساؤه من ندماؤه من الشعر موجودون لكن المتنبي شيء آخر شيء مختلف حتى المصطوى المشورة السياسية الآمال المطامح وسنتي على هذا بعدين لما تركه الوحيد الذي يلقي جالسا هذه معلومة أنا معرفة الوحيد الذي يلقي جالسا في حضرة سيف الدولة كل الشعراء يلقونه وقوفه وترى المتنبي يعني لم يكن ذليلا في أحده خلفافي في شبابه نظر إليه نظرة احتقار وكتب بيتين عجيبة قال أبعيني مفتقر إليك نظرت لي وأهنتني وقدفتني من حالقي يا سلام لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق قال لي ما ذكره أنا الملوم أني تأملت في رجل مثلك فهو ترى كان ما يقبل الضيم وقصيته لفتخار وما كله من سيم خصفا عنده قصيدة يقول لفتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو محارب لا يولام بعدين فيها قصيدة فيها يقول يقول من يهن يسهل الهوانو عليه من يجرحن بمية إيلام وترى هذه هذه المميزة عند المتنبي أبياتها السائرة كثير تنظر حلقة الاستشهاد تظن تفنأ كل قصيدة فيها بيتين ثلاثة تستطيع أن تأخذها لوحدها وهو سيد المطالع ولا فخر مطالعه مميز جدا والأبيات الشاردة التي تقوم لوحدها مقامة قصيدة كاملة وهذا تردال يعني بعضهم قد ينظر نظر جزئية سطحية الموضوع يقول لك كثرة الاستشهاد بشعر ليست دال لا 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 يعني هذا شيء لم يكثروا الاستشهاد بشعر وتنبي اليوم يعني يا رجل حتى ما ليس له صلة كبيرة بالشعر وما له صلة كبيرة بالشعر من القدمة والمحدثين يحضروا فيه حتى العوام يعرفونه بالضبط العوام العوام جميل يدور على اللسان شفت الصورة ذيك الخيل كذي طالع يقول لك متنبي ومادي خيل يعرفونه كلهم فترى هذا هذا ما يتأثر يكون لأحد لكن دمنا نقرنا في سيف الدورش الصراح هو والقصيدة يعني هذا القصيدة كانت بوابة معرفتي المتنبي كنت في العاشرة من عمري قصايدة عجبتني المرحوم غاز القصيبي رحمة الله ويقول القصيدة الخالدة تكون خمس قصائد مسرحية وفيلم ورواية ذكر أشياء فأول قصيدة اختار وحرق قلباه ووصفها بأنها مسرحية لأنها فعلا وفي الديوان أنه قالها بحضرة سيف الدولة ارتجالا بعد أن خشي الحيف عليه والتحامل من الخصوم لأنه فيها يخاطب نفسه ويخاطب المحبوب والصديق سيف الدولة ويخاطب الخصوم الحاضرين الجالسين قصيدة رائعة وبعدها ممن قلبه شبم بارد ومن بجسمي وحالي عنده سقم ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم قد زرته عرف الأحوال كل في السلم الحرب قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والصيوف دمه فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيام فوت العدو الذي يبممته ضفر في طيه يسف في طيه نعم قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها لا يواريهم أرض ولا علم أكل ما رمت جيشا فانثنا هربا تصرفت بك في آثاره الهمم عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم آر إذا هزموا يا أعدل الناس إلا فيما فيك الخصام وأنت الخصم والحكم وعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورموا هذه نص التفاتة ومن تفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسع به قدم أنا الذي نظر الأعماء لادبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام من أجفوني عن شوالدها ويسهر الخلق جراها ويختصم وجاهل مته في جهله ضحك حتى أتته يد فراسة وفمو إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم ثم يصف الرحلة في منتصف أو نهاية القصيد وهذا لافت لأنه رحيل مقدوم رحيل وداء ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره وحرم رجاءه في الركض رجل وليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم صحبت في الفلوات الوحشة منفردا حتى تعجب مني القور والأكم يا من يعز علينا أن نفارقهم مجداننا كل شيء بعدكم عدم ما كان أخلقنا منكم بتكريمة لو أن أمركم من أمرنا أمم إن كان سركم ما قال حاسدنا ما لجرح إذا أرضاكم ألم وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهاذ ممو الأعداء كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أنا الثرية وذان الشيب والهرم ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم أرنوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخالة الرسم لئن تركنا ضميرا عم يامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم ضمير جبل يكون على يمين الراحل من حلب إلى مصر فهو يعلمه أنه ذائب إلى خصمه إذا ترحلت عن قوم ما قد قدروا ولا تفارقهم فالراحلونهم وشر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصته راحة قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا إتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلمة يا الله يا الله يا الله يا أخي عجيب هذه القصيدة لأن ترى كيف يقول شاعر في حضرة ملك مثل كذا يعني هذا ليس قصيدة من مشاعر ومن مادف إلى ممدوح هذه قصيدة صديق إلى صديق يلوم ويعاتب ويعنف ويذكر ويلتفت إلى الخصوم ويضرب هذا ويعطي رسائل فراسة يقصد ابو فراس ويعطي كلهم ثم يعني فكرة أنه يعلمه نذاهب ويعلمه رمزا إلى ترى في سيف الدولة ليس أحمقا طبعا ترى عارف بالشعر وشاعر يكتوب حتى كافور وحتى عفض الدولة ترى ما يفهمون يعرفون إليحات ويعرفون السياق العام للأحداث التي فيها غمز ولمز وغيرها وإذا ترحلت عن قوم وقد قدروا وإلا تفارقهم فالرحلون هم ويعني أنا راحل وبيدك ألا أرحل فإذا رحلت لا تلومني إذا رحلت أنت السبب أنت الذي رحلت لسته أنا تكلت تعليق جميل على البيت في موضوع قلب المعاني أي وهذا المعنى الذي ذكره ولذكرته أنت الآن أنه أبو طيب المتلبي عنده هذه الآلية الشعرية أنه يقلب المفهوم أو يقلب معنى من المعاني بحيث أنه لما يقول في القصيدة هذه إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا وإلا تفارق فرحلون هم في قصيدة التي ذكرناها في الحلقة الماضية قصيدة على كل ماشية الخيزلة يقول وشعر مدحت به الكركدنة بين القريض وبين الرقى وما كان ذلك مدح له ولكنه كان هجو الوراء أنا ما كنت أمدع أنا كنت أجوكم أنتم أيها الناس لأنكم أنتم من أوصلتمه إلى الحكم وبالتالي أنا كنت أجوكم هو هذا الموجود أنتم المذنبون بأني مدحته أسهلا مو أنا المذنب هذه قلب المفاهيم عند الله لعلنا الآن أسلاميا إذا حتى المتابع والمستمع يعرف المستوى الفني بين القصائد المدح سواء اللي جاءت للمسيف الدولة أولا سأخذ نموذج لقصيدة مدح لكافور وحتى تروا أنه قصيدة جميلة وهي قصيدة مدح ولكن سترون الفارق الفارق في المستوى الفني في استخدام الألفاظ استخدام التصوير دخل في أمر آخر وبالتالي نفهم النفسية المتنبئة في في هذه المعاني وكيف أنه يعني لم يذهب رغبة ذهب يعني تسجية للنفس ولعله يعني يحصل على ما يريد قال قصيدة في حضرة كفر الأخشيدي في مصر من الجآذر في زي الأعاريبي حمر الحلاء والمطايا والجلابيبي إن كنت تسأل شكا في معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيبي لا تجزني بضنا بي بعدها بقر تجزي دموعي مسكوبا من مسكوب بمسكوب سوائر ربما سارت هوادجها منيعة بين مطعون ومضروبي وربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوبي كم زورة لك في الأعراب خافية كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي قد وافقوا الوحش في سكن مراتعها وخالفوها بتقويض وتطنيبي جيرانها وهم شر الجوار لها وصحبها وهم شر الأصاحيب فؤاد كل محب في بيوتهم ومال كل أخيذ المال محروبي ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيبي حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيبي أفدي ضباء أفلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيبي ولا برزنا من الحمام مائلة أوراكهن سقيلات العراقيبي ومن هوا كل من ليست مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوبي ومن هوا الصدق في قولي وعادته رغبت عن شعر في الرأس مكذوبي ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي فما الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي والشيبي أديباً قبل تأديبي أستاذ 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 لقبه من قبل القصيدة ولكن أديباً قبل تأديبي أديباً يدبر الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالنوبي إذا أتته الرياح النكب من بلد فما تهب بها إلا بترتيبي ولا تجاوزها شمس إذا شرقت إلا ومنه لها إذن بتغريبي يصرف الأمر فيها طين خاتمه ولو تطلص منه كل مكتوب يحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طويل الباع يعبوبي كأن كل سؤال في مسامعه قم يصنوش في أجفان يعقوبي إذا غزته أعاديه بمسألة فقد غزته بجيش غير مغلوب أو حاربته فما تنجو بتقدمة مما أراد ولا تنجو بتنجيبي أضرت شجاعته أقصى كتائبه على الحمام فما موت بمرهوبي قالوا هجرت إليه الغيث قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيبي إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوبي ولا يروع بمغدور به أحدا ولا يفزع موفورا بمنكوبي بلا يروع بذي جيش يجدله ذا مثله في أحم النقع غربيبي وجدت أنفع مال كنت أذخره ما في السوابق من جري وتقريبي لما رأينا صروف الدهر تغدر بي وفين لي ووفت صم الأنابيبي وفين لي ووفت صم الأنابيبي فتن المهالك حتى قال قائلها ماذا لقين من الجرد السراحيبي تهوي بمنجرد ليست مذاهبه للبس توب ومأكول ومشروبي يرمي النجوم بعيني من يحاولها كأنه سلب في عين مسلوبي حتى وصلت إلى نفس محجبة تلقى النفوس بفضل غير محجوب في جسم أروع صاف العقل تضحكه خلائق الناس إضحاك الأعاجيبي فالحمد قبل له والحمد بعد لها وللقنا ولإدلاجي وتأويبي وكيف أكفر يا كافور نعمتها وقد بلغنك بي وقد بلغنك بي يا كل مطلوب يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيبي أنت الحبيب ولكنني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب شف شف على شو تقول أنا كنت بقول أنه في مدائحه يأتي بمعاني وكأنه يقول يعني أنت لا أنت لست هذا وهذا تحتمل معنى آخر يعني يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيبي يعني أنت الوصف وتلقيبي هذا لا يقدر طيب إيش معناها هذه هل أهل المعنى إذن أولكت على كلامك هذا هو الاحتمال الذي دعاه بعضهم إلى قلب مدائحي أبي الطيب لكافور إلى إيش؟ حجاء لأنه يوأس على طريق المعين مبنياً مهنس القصيدة أول القصيدة كانت عند كافور كفر بكدان يعني ما ماهي مقسمتها حرفياً كيف تمدح؟ ما لك تبدأ بهذا الصحفة؟ بهذا البدء إيه لأنه يقول يقول تمنيتها لما تمنيتها أن ترى حبيباً فاعياء وعدو مداجي طيب هذا قدامك تقعد تقولي يعني دواك قدامك يقول كفا إيش مطلع أنا معك في هذا لكن هذا المطلع قد يفهم أنه ليس المقصود هنا الأمراء والممدوحين وإنما الأحباء والخلان والأشاق لكن هي صحيحة إن تلقي أمامهم في أول قصيدة كفا بكداء أن ترى الموت وإن تتوق جايني إيش معنى هذا؟ يعني المفترض أنه وش يقول مثل فراجد قيل وإذا المطي وبنا بلغنا محمداً فظهور هنا على الركوب حرام قربنانا من خير من وطاة الثرف لها علينا حماية من الجوام يقول وإذا الجياد أبل بهي نقلنا عنكم فأرضأوا ما ركبتوا الأجود أجود هذا هي لن يبعدني بسرعة هو يفهم زين لكن هو ش الفكرة أنه مداعح الكافور واضح أنها متكلفة باردة ما فيها حتى ما تقارنها بمداعح لسي في الدولة لأنه واضح أنه وهذا سأتي عليه فكفى بك داء وليس كثيرا أن يدورك راجع فيرجع ملكا للعراقيين وليس كثيرا ولو المستمع هدى وتأمل القصيدة هذه مع القصيدة التي قبل قليل وسيجد العلم أننا أخذنا قصيدة من القصائد التي مدح بها كافور ويتعتبر من جياد قصادي في كافور ولا حتى هو يقول قبل المسكي هل في الفضل هل في الكاس الفضل أنا له فأني أغني منذ دهرين وتشربه على طال وهذا يرجعني للنقطة التي توجع قلبنا وهي هذه العلاقة بينه بين سيف الدولة أنها كانت علاقة خاصة جداً فلما تهشمت وتهدمت كان يستعصي إرجاعي يعني بعد قصيدة وحرق قلباه حصلت جفوة ترى وخاف خشع نفسه بعد محاولة القتل وخرج من حلب ترك حلب وبقي شهوراً ثم عاد وألقى قصيدته أجاب دمعي ومدعي سواطل لي دعاف ركباه قبل الركب والإبلي ظليلت بين أصيحابي وكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذر يقول أنا الغريق فما خوفي من البلد ثم بعد ذلك هذه القصيدة التي ترضى بها سيف الدولة ثم بعد ذلك حصلت جفوة صغرى أخرى لم يمدحوا فيها فاستطال سيف 342 فاستطال سيف الدولة الأمر وكان راكباً على فرس يريد أن ينصرف في رحلات أو غرضنا أو شيء من شؤونه فقالوا الأبيات الرائعة المجرد ممدوح هذه صداقة ومحبة اللي يقول فيها إبو أصيل أرى ذلك القربة صار زرارة وصار طويل السلام اختصارا تركتني اليوم في خجلة أموت مراراً وأحيا مراراً وسارقك اللحظة مستحياً وأسجر في الخيل مهري سرارة وأعلم أني إذا ما اعتدرت إليك أراد اعتذار اعتذارة كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك مني خيارة ولكن حمى الشعر إلا القليل همّن همّن حمى النوم إلا غرارة وما أنا أسقمت جسمي به وما أنا أضرمت في القلب نارة فلا تلزمني ذنوب الزمان إلي أساء وإيا يضارة وعندي لك الشرد السائرات لا اختصصنا من الأرض دارة قواف إذا سرنا عمّك ولي وثبنا الجبال وخضنا البحار ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث سار فلو خلق الناس من دهرهم لكان الظلامة وكنت النهارة أشدهم في النداهزة وأبعدهم في أدو مغارة سما بك همّي فوق الهموم فلست أعد يساراً يساراً ومن كنت بحراً له يا علي لم يقدر الدر إلا كبار ففي وشا وفي طلبات موجودة لكن ليست طلبات سادجة وبسيطة مثل ما يعطى الناس من عطايا وأموال وكذا علاقة خاصة جداً هذا زي البحتري برضو مع علي بس ما زي منه علي البحتري اللي كان يقول فيها شوق له بين الأضالغ هاجس وتذكر في الصدر منه وساوس ولربما نجى الفتى من همه واخد القلاص وليلهن الدامس ما أنصفت بغداد حين توحشت لنزيلها وهي المحل الآنس لم يرع لي حق القرابة طي فيها ولا حق الصداقة فارس أعلي من يأملك بعد مودة ضيعتها مني فإني آيس وعدتني يوم الخميس وقد مضى من بعد موعدين الخميس الخامس قل للأمير فإنه القمر الذي ضحكت به الأيام وهي عوابس قدمت قدامي رجالاً كلهم متخلف عن غايتي متقاعس وأذلتني حتى لقد أشمت بي من كان يحسد منهم وينافس وأنا الذي أوضحت غير مدافع النهج القوافي وهي رسم دارس وشهرت في شرق البلاد وغربها فكأنني في كل نادي جالس هذه القوافي قد زففت صباحا تهدى إليك كأنهن عرائس فلك السلامة والسلام فإنني غاد وهن على علاك هبائس شفل الفتر نفس وليه فيكم مشهور دو السيارة وإنني غاد وهن على علاك هبائس عطني بالله دامنا فيه في سيف بقولها لامية أي لامية ما لنا كلنا جوين كلها لامية بس بقول بقطعين سريعة في مسألة أنه لما رحل وهذه الفكرة الأساسية أن المودة باقية والمعزة عظيمة لكن هناك شيء دعاه وألزمه حتى أن يرحم سيف الدولة شف بعد أن تركه أود من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بيننا ويجند يباعدنا حبا يجتمعنا ووصله فكيف بحب يجتمعنا وصده أبأ خلق الدنيا حبيبا تديمه حبيبا تديمه أما طلبي منها حبيبا ترده وأسرع مفعول تابط طباعة على الناقلة وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك والميمية أسلم أنا طالبك أبأ خلق الدنيا حبيبا تديمه فما طلبي منها حبيبا ترده يا أخي ما هذا يعني يقول الدنيا أصلا الدنيا أصلا لا تديم الأحباب اللي موجودين حاظرين اللي معك الآن سيرحلون فكيف تريدها أن تعيد من رحل يا أخي هذا عجيب عجيب المعنى أقسم بالله بعض المعاني اليوم أنا قل في الكافي تارس والله جمح الزمان فما لذيذ خالص مما يشوب ولا سرغون كامل أقسم بالله استعبرت وأنا لوحدي جمح الزمان يعني يعرف الدنيا والله يعرف الدنيا جربها جربها تجريبا ومن جرب الدنيا ومن عرف الأيام معرفتي بها روى غير راحم يقول هذه هذه برضو تؤكد أنه فيه علاقة مع خوله وأن الرحيل من سيف الدولة مشكل فراق ومن خارقت غيره مذممي وأم ومن يممت خيره مذممي وما منزل للذاتي عندي أنا أحب فيه عزة نفسي في هذا الأبيات بكل قصيدة لازم يذكر سيف الدولة مع الآخرين حتى عند كافور وبعد كافور يلمح لكن فكرة أنه قلتها في القصيدة حق بقائي شاء ليسه مرتحالة فكرة أنه أنا مترحل دائما يقول وما منزل للذاتي عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرمي سجية نفس ما تزال مليحة من الضيم مرميا بها كل مخرمي رحلت فكم باكن بأجفاني شادل علي وكم باكن بأجفاني ضيغمي وما ربط القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم فلو كان مابي من حبيب مقنع عذرت ولكن من حبيب معممي رمى والتقارمي ومن دوني متقاه وانكاسر وانكفي وقوسي وأسهمي إذا ساء فعل المر ساء طنونه وصدق ما يعتاده من توهمي وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمي وصادق نفس المرء من قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلمي وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي ثم البيت الأخير الذي يصلح لأن يكون توقي حياة وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيت بجود التارك المتبسم يا الله العزة النفس والكرم والفطنة والتيقض للأمور وإن بذل الإنسان لي جود عابس جزيت بجود التارك المتبسم أنا اللي أرحل أنا اللي أترك بس مع سيف الدولة بعد ما رحل وجاب لك مال أنا ثلث 152 العفو من القصيدة اللي ذكرتها قبل شيء بالفجر قصيدة أود من الأيام ما لا أود توده وأشكو إليها بيننا قالها فين لا ما تكلم على القالها فين هو الآن القصيدة هذه طبعا فيها رغبة عالية وعارمة لإقبال على الحياة عرضها البرودي وكانت في حال أخرى البرودي قالها بانكسار قال رضيت من الدنيا بما لا أوده رضيت خلاص هو استسلم رضيت من الدنيا بما لا أوده وأي مرء يقوى على الدهر زنده إلى آخر قصيدة بقصيدة طويلة وجميلة جدا ورائعة وانا لا زلت أفاضلها مع قصيدة متنبي أظنها من أجود من عارض المتنبي في هذه القصيدة بالذات ولا أحمد شوقي طبعا كان له معارضات رائعة لكن في هذه بالذات بارودي معارضة البرودي رائعة جدا بارودي شعر جزل يعني كفى بمقامي في سرنديب وربط انقطعت بها عني ثيابة العلاقي فإن تكني الأيام رنقنا مشربي وثلمنا حدي بالخطوب الطوارقي فما غيرتني محدة عن خليقتي شعر شعر عظيم ولثاؤه لأمه وقالنا حلقة في لثاؤه الأم الأبترة حين ختمنا الرثاؤ باقي هذا لا 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 نترك الخيار للجمهور وكذا يطوى جلالك يا أبي تغلامي الحين حانا موعدها أنا لو قصادة متنبلة عظيمة كثيرة عطنا ما لنا هذه متى كتبها 352 خلاص إيش القصة وصلته هدايا وعطايا على البعد من سيف الدولة وهو يذكره في كل حين وكل حال فقال هذه القصيدة 352 وهو في العراق وبدأها بالمقدمة يقول المقدمة يقول ما لنا كلنا جون يا رسول يا السلام أنا هو وقلبك المتبول كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما أقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول وتشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها والشوق حيث الحول وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليله زودينا من حسن وجهكما دام فحسن الوجوه حال تحول زودينا من حسن وجهكما دام فحسن الوجوه حال تحول وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام فيها قليل ثم نحن أدرى وقد سألنا بنجد طويل طريق وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تاليل لا أقمنا على مكان وإن طاب ولا يمكن المكان الرحيل كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا والثميل والمسمون بالأمير كثير والأمير الذي بها المأمول الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه مقابلي ما يزول ومعي أينما سلكتك أني كل وجه له بوجهي كفيل وإذا العذل في الندا زار سمعا ففداه العذول والمعذول وإذا الحرب أعرضت زعم الهول لعينه أنه تهويل وإذا صحف الزمان صحيح وإذا اعتلف الزمان عليل وإذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه وجه جميل ليس إلاك يا علي همام سيفه دون إرضه مسلول كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول أن تطول الحياة للروم غازل فمثل وعد أن يكون القفول وسوى الروم خلف ظهرك الروم فعلى أي جانب يكتميل قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها القناة والنصول ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن أراك بخيل نغغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وجسمي هزيل إن تبوأت غير دنيايا دارا وأتاني نيل فأنت المنيل من عبيدي إن عشت لي ألف كافور ولي من ندا كريف ونيل ما أبالي إذا اتقتك الرزايا من دهته حبولها والخبول شف يعني فكرة أن عطاياك واصلة لكن المحروم من إيش؟ من لقائك وقربك نغغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وجسمي هزيل فاللي يجيك بعد هذا كله يقولنا علاقة ممدوح بشاهد موضوع عظيم وبعدها ومتوفي كم؟ ثلاثين وربعة وخمسين؟ ثلاث وخمسين ثلاث وخمسين اللي قلت لك عليها اليوم أرسل له كتابا بخطه وفي معه عطايا وهدايا سيف الدولة سيف الدولة تبعي مرسل معه عطايا وهدايا ومعه كتاب بخطه فيه أمان لأبي الطيب أرجع أمان ماذا؟ يبغى إيش؟ يرجع يقول له تحال بالله عليك تأمل هذه البائية يقول فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب وطوعا له وابتهاجا به وانقصر الفعل عما وجب وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب وتكثير قوم وتقريبهم وتقريبهم بيننا والخبب وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وما قلت للبدر أنت اللجين ولا قلت للشمس أنت الذهب وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتطت من رب نعمى يا رب ومن ركب الثورة بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكان الخشب أثر الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب فالرجل يعطي أمان يقول له تعال لكن واضح وهذا من فطنة أبي الطيب أنه لم يعد لأن هناك أشياء في الحياة تكون جميلة في وقت معين محاولة استعادتها وإرجاعها بعد فوات الوقت وتغير الظروف والسياقات تفقدها معناها وقد تكون خطيرة قد تكون خطيرة وهذا ترى من يقرأ قصادة متنبي في سيف الدولة غير قصادة هذه غير قصادة اللي في المدح يا أخي في وصف معارك سيف الدولة يا أخي تشعر فيها هذا لا يصف معارك هذا يعتز ويفتخر بها يعني يشعر أن هذا الإنجاز هو إنجازه ليس فقط إنجاز سيف الدولة مثل قصيدة على قدر يحلى العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتسخر في عين العظيم العظائم يكلف سيف الدولة الجيش همه وذلك ما لا تدعيه الضراغم ويطلب عند الناس ما عند نفسه نعم وذلك ما لا يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه جروش الخضارم ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدعيه الضراغم ثم يصف الجيش يقول أتوكي جرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه تمائم فجمع فيه كل لسن وأمة فما تفهم الحداث إلا التراجم هل الحدث القلاة كان لونه أحمر يقول هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم سقاها الغمام الغر قبل دنوه فرما دنا منها سقتها الجماجم بناها فأعلى والقناة تقرع القناة وموج المنايا حولها متراطم وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم يقول بعدها وكيف ترج الروم والروس هدمها وذطعن أساس لها ودعائم وبعدها يصف المعركة يقول له تمر بك الأبطال الكلمة هزيمة وجهك والضاح وثغرك باسم ضممت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقوادم ولست مليكا هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم تشرف عدنان به لا ربيعة وتفتخر الدنيا به للعواصم لك الحمد في الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظر يا سلام يا أخي مثل هذا الشعر ما هو شعر مدح فقط قائر بين هذه العظمة في الشعر قائر بين القلب يا أخي أعتز بهذا الشي مو مثل لا خيلة عندك لا لا من يلجأ هذه لغرفين لا خيلة عندك لا خيلة عندك لا خيلة لم يقولها في كافور قالها عند كافور لكن مو هي كافور لا خيلة عندك قالها في فاتك ببضب أطاع هدايا وعطايا وهذا من المصداق للكلام الذي ذكرته قبل قليل وفا المتنبي لا المتنبي لا ليس يهدف إلى المال فقط المال هذا هو أمر يعني آخر هو يريد أمور أخرى في الحياة وما إلى ذلك ويشكر من يعطيه يشكر هذا الأمر يعني يشكرك أنا وهذا الأمر ولو لا بتعطني كما في قصيدة عن فاتك المبلغ اللي أعطاه مبلغ بسيط جدا فقال القصيدة وكانت لطيفة فقال لا خيلة عندك تهديها والأمال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول ونعم الناس أقواله وضعي دقمين صح فربما جزت الإحسانة موليه خريدة من عذار الحي مكسالو يعني أمرأة تعطي يعني أمرأة يسير يعني ليس صعبا ممكن أمرأة أو فتاة صغيرة في العمر ممكن هي تعطي على من يثني عليها الأمر بسيط يعني فقال فربما جزت الإحسانة موليه خريدة من عذار الحي مكسالو وإن تكن محكمات الشكل تمنعني ظهور جري فلي فيهن تصالو الله يشبه نفسه بالحصان البقيد أنا لا أستطيع أن أجازيك بما جازيتني به ولكنني أصل على الأقل بالشعر الشعر بالشعر نعم شكرا شكرك شعر وإن تكن محكمات الشكل تمنعني ظهور جري فلي فيهن تصالو وما شكرت لأن المال فرحني سيان عندي أكثارا وعقلال لكن رأيت قبيحا أن يجاد لنا وأننا بقضاء الحق بخالو يا الله فكنت فكنت منبت روض الحزن باكره غيث بغير سباخ الأرض هطالو غيث يبين للنظار موقعه أن الغيوث بما تأتيه جهالو الله لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعالو لا وارث جهلت يمناه ما ورثت ولا كسب بغير السيف سأل قال الزمان له قولا فأفهمه إن الزمان على الإمساك عذالو تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خيل وأبطال كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت وهل للشمس أمثال القائد الأست غذتها براثنه بمثلها من عداه وهي أشباله وفيها لولو المشقة لولو المشقة سات الناس وكله بس واضح فيها النفس نفس السخري من مين الكافور وسيأتي معنا في الدالية وغيرها أنه أنت حجسني منعتي لا دخلتني أروح ولا أنت أطيتني جزئية العذال وحساد هذه حاضرة من الطفولة إلى الوفاة يعني يخاطب سيف الدولة في الأفيات المعروفة الدالية أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا إذا شد زندي حسن رأيك فيه موضربت بسيف يقطع الهامة مغمدا وما أنا إلا سمهري حملته فزين معروضا وراعا مسددا وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا فسار به من لا يسير مشمرا وغنى به من لا يغني مغنردا أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مردلا ودع كل قولي ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى بعدها يراضي يقول تركت الصرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعمك عسجدا وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا فقيدا لكن حاضر عنده شوف مثلا أفي كل يوم تحتضبني شفيعر ضعيف يقاويني قصير يطاول لساني أبهل هؤلاء ولا يراهم أصلا لساني بنطقي صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيظ من عاداك من لا تشاكل ومتيه طبي فيهم وغير أنني بغيظ إلي الجاهل المتعاقل وأكبرتيه أنني بكواثك ونرجع له يعني العلاقة معقدة وأكبرتيه أنني بكواثق وأكثر مالي أنني لك آمل لعل لسيف الدولة القرم هبة يعيش بها حق ويهلك باطل رميت عداه بالقوافي وفضله وهن الغواز السالبات القواتل واضحة فقني من الجماعة دول وحتى بأي لفظ تقول الشعر الزعنفة في الميمية شوف هذه أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذ القول قبل القائلين إذ القول قبل القائلين مقول وما لكلام الناس فيما يريبني أصول ولا للقائله أصوله يا سلام أعاد يا الله هذا البيت اتباحني أعاد على ما يوجب الحب للفتاة وأهدأ والأفكار فيه تجول مقهور يقول أعاد إذا ما حاسني التي أدل بها صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر يقول أعاد على ما يوجب الحب للفتاة وأهدأ والأفكار فيه تجول ولا تطمعا من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيله وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن قليل يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا والله يا شخص يعني على الأقل في شعره غغاية المبنى حجاءة والكرم والخلق وبعدين يا أخي إذا كنت أن تريد تهياهم بنفسك مغرورا للأسف أعاف ومتكبرا فكن كابل طيب يعني شيء يسوي يعني حقيقة شف وأيضا من الوشاطر ما خلوه هتو على بعد من سيف الدولة أتو قلو مت قلها قلها بما التعلل بما التعلل لا أهل ولا وطن يعني أنا أنا بعيد وحزي وين قلو أتكاف أتكاف أسوأ مكان أسوأ مكان من نسبة له وبعد يقولون أني مت طيب يعني أتعلل بماذا فيقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطن تفنى عيونهم مدمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجفه حسن تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمنوا ما في هواتجكم من مهجسي عوض إن ميت شوقا ولا فيها لها ثمن اللهم ليش يقول كافر يا من نعيت يا من نعيت على بعد هذه محمد شاكر يقول أكاد أقسم أنه قاله وهو يبكي من القر يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعى من نعون مرتهنوا كم قد قتلت وكم قد ميت عندكم وثم اتفطت أزال القبر والكفن يخي أجي فهو في قلبه يعني حسرات يعني حتى لما نوصل عند كافور إحباط رهيب يعني صار صار في دولة الخدم صار شاعر في دولة الخدم فالإحباط يفوق الوصف هو كان أعتقد أن أتصور أنه ذهب يعني وهو طبعا محباط وذهب عمكان هو قالها على سبيل الوعيد لسيف الدولة تركنا ضميرا بل ألزم نفسه بهذا الوعيد غير اللازم وهو اللي حصل ولقطع كلامك أنه مدحا كثيرا من عمالي كافور في الشام فكبر وكان كافور يقوله تعال فخشية منه وكبر عليه أنه يمدع عمالي وإيش ولا يأتيني وش يقول هذا المعنى جسد في بيت ومنك دي الدنيا على الحر أن يرى عدو ولهما من صداقته يقول أنا مضطر هو نقصد المعنى اللي أتصور وأنه بعد ما ذهب وخلاص وكل الأمور بدأت تتجه لتجاه مزعج ومقلق له كأنه لسال هذا يقول لا ينقصني الآن سوى أن لا أجد شيئا عندها لكافور ذكرت جابريال قارثة يا مركيز أيها بالضبط لا ينقصني إلا أن لا تفوز الرواية يعني خلاص هو يعتقد أن هالي اللي قال السيادة قلها قل قل قصف جابريال قارثة مركيز صاحب الرواية الشهيرة مع تعامل العزلة يحكي هو في مقطع موجود أنه ذهب يرسل الرواية حتى تفوز بجائزة يشارك فيها وكان الوضع المادي صعب فذهب ولما جاء البريد يضعون على الميزان ويزنونها وبالتالي يدفع المبلغ بناء على الوزن حتى ترسل فوضع على الميزان فالمبلغ مكلف لا يوجد ليس يديه هذا المال يغطي تكلفة رسال الرواية فقسمها قسمين وبدأ يضعها على الميزان حتى صار كمية الأوراق المرسلة مساوية المال الموجود فدفع المال وأرسلها وعاد هو زوجه طبعا وعاد وبدأ يعني يقول لزوجتي بدأت تبحث في البيت عن الآنية التي يمكن بيعها حتى نكمل مبلغ الآخر ونرسل الجزء الآخر يقول وكانت صامتة ولا تتكلم ويقول أنا ساكت ولا أمر يعني مريب وهي وتضايقة طبعا الموقف وأنا ساكت يقول وبدأ تجمع وتبيع وجمعة المبلغ يلا مش هنا ورحنا مرة ثانية وعودنا إلى البريد وأرسلنا بعدة أيام أرسلنا الأوراق وخرجنا خاليين وفاض لا معنى مال وأرسلت الرواية ووضعنا السيء وليس لدينا شيء نبيعه في البيت خلاص حتى يعني نتيقى أن الحياة بائسة المتنبية المتنبية أظن كذا عندما ذهب إلى سيف الكافور وبعد كذا قال الآن أنا سأذهب إلى هذا الرجل الذي لا أحبه ومضطرة نذهب إليه وسأمدحه وأثني عليه لا لا يقصني إلا أن لا ينيلني جائزة التي أريدها فبالتالي يكون فعلا أنه انتهت كل الأمال وخربت كل الطموح وفعلا هذا الذي حدث وأظنه بعدما ذلك قال هذا الذي كنت أخشاه وقع ما كنت أخشاه أيها أسوأ شيء أن تلجأك الحياة وتلجأك الإحباطات والظروف إلى خيارات أنت يعني كنت تستبعد تماما فألقى بين يديك كافور ومعيني بالقصيدة الشهيرة اللي هي قصيدة عظيمة صراحة وبعضهم برآة ضمنها شيء من الهجاء يعني سانتي عليم يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانية تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجية إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانية الله ولا تستطيلن الرماح لغارة ولا تستجيدن العتاق المذاكية فما ينفع الأسدى الحياء من الطوى ولا تتقى حتى تكون ضوارية حببتك قلفي قبل حبك منها وقد كان غدارا فكن أنت وافية وأعلم أن البين يشكيك بعده فلست فؤادي إن رأيتك شاكية فإن دموع العين غدر بربها إذا كنا إثر الغادرين جوارية إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فللحمد مقسوبا وللمال باقية وللنفسي أخلاق تدل على الفتاة أكان سخاء أم ماتا أم تساخية أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الودة من ليس صافية خلقتها لوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيء بموجع القلب باكية ولكن بالفسطات بحرا أزرته حياتي ونصحي والهوى والقوافية وبدأ يثني عليه حتى يقول له في ثنايا القصيدة أنه يقول له هذا ما نلتهو يعني بشيء يسير ولكن بأيام أشبنا النواصية عداك تراها في البلاد مساعيا وأنت تراها سماء مراقيا وهذه بعضهم وأنها هذه حشة جاء مضمّا أنه ما يراه الناس وسهلا يسيرا أنت بنسبه لك صعب وهذا له وجه لكن القصيدة هذه حقيقة مربكة يقولون وهذا خبر يصح ولا يصح يقولون أن كافور علم وشوف كلهم على تفاوتهم سيف الدولة نفسه له أبيات تروه وينضر الشعر الأبيات ذيك اللي يقول فيها والله نسيتها لكن سيف الدولة وكافور أضل الدولة هؤلاء الممدحون في زمن أدب وشعر وثقافة يفهمون المعاني والإلغاز والإماءات ولكنا فيقولون أنه سأله ولاية بشكل صريح فقال أنت على قلة المال وضعف الحيلة ادعيت النبوة لو أعطيناك ولاية ودولة ستفعل وش بيستوي لكن من الأبيات اللي يظهر فيها هي جاؤه الكافور وغالبوا فيك الشوق والشوق وأغلب وأعجبوا من ذا الهجر والوصلوا أعجبوا اللي بعدها أما تغلطوا الأيام وفيها بأن أرى بغيظا تناية وحبيبا تقرب واخر ببيتك هذه مرة واضح يعني أنت قدام ملك يفهم دوح زي كده حتى هو البيت اللي فيها بالمسكة في الكاس الفضل نبغالنا أحد يرصد زمنيا ويتبع الأبيات والقصائد المرحل اللي انفجر فيها المتنبي المرحل اللي وصلته عيده ببيت حال متياع تراكمية قاعد يشوف يتوقع هي بدأت من قبل اللي يصل قبل الوصول هي بدأته وهي تراكمية تراكمية حتى ذكرت لي البارح اللي اللطيفة وديت عيده اللي هو أنه كافور ذكي وفي شكله عارف يعني حتى موضوع الإقامة الجبرية أنه وغير مسأل تيقض للشعر أنه كافور نفسه تعمد ألا يعطي المتنبي مراده ويحقق يعني سؤله بالضبط طبعا هذا هذا ما هو ولا يستفسيره وهو يقين لأنه كافور صرح بذلك كثر من مرة وكان يعلم وكان يريد أن يماطله دائما يماطله ويعيده ويماطله ويعد ويماطل يعد ويماطل حتى يسائم أبو الطيب من هذا الأمر وهذا الأخرى وهذا من الشيء المفارقة أن أبو الطيب ثنيا ثنيا في الشعر أجاد في مدائحه لكافور أكثر مما أجاد في هجائه لأنه في هجائه هو يعني العفو نحن عندما مثلا يقول يدعي شخص بأنه كريم عندما تهجوه ستقول بخيل عندما يدعي أنه شجاع تقول جبان وهذا معاني مباشرة لكن في الدواخل هنا تفاصيل كثيرة هل هل كافور ادعى مثلا أنه حر أصلا حتى تقول أنه أنه تهجوه بأنه عبد هل قال بأنه مثلا أبيض حتى تقول أنت أسود مثلا هذه أمور ظاهرة ليس حراء يعني المتنبي في هجائه خاصة في الأشياء يعني هو أجاد في تصيف بعض المهاجي على كافور ولكن كرر كثير هاتين التي أصلا كافور لم يدعيها لم يدعي غيرها عكسها يعني حتى تقول واستخدمها بكثرة لكن قد يكون أنه يريد يعني يشعر أنها تؤلمه حتى لو كانت يعني غير ذلك أنا سأؤلمك بالتصريح بالتصريح بها فيها بها لما ذكرت قبل قليل رثائه لأخت سيف الدولة وبدأ يقول فتى الفتياني في حلب فيها أر العراق طويل الليل فكيف ليله فتى الفتياني في حلب يظن أن فؤاد بالضبط فأبو الطيب المتنبي ورد في شعر الشعراء ذكروه الشعراء في أشعارهم ومن ضمنهم محمد بادي الجواهري محمد بادي الجواهري كتب قصيدة هذا السؤال بزي تقول يقول تحد الموت واختزل الزمانة لك أن تقف طويل عند هذا المطلع أو تذكر سيقف في التاريخ طويلا كما قال محمد الأنور السادات في وصف الحدث في دخول القناة العبور القناة قال سيقف في التاريخ طويلا لهذا الحدث وفعلا هذا الحدث كان تاريخه مفصلي في تاريخ مصري حديث قال تحد الموت واختزل الزمانة فتن لوى من الزمن العنانة يا الله فتن خبط الدنى والناس طرا وآلى أن يكونهما فكان أراب الجن إنس عبقري بوادي عبقر افترش الجنانة تطوف الحور زدن بما تغنى وهن الفاتنات به افتتانا ضفرن جدائلا إكليل غار ومن طرر حبكنا الصولجانا ومن غرر ناوحنا عودا وطارحنا الولائد والقيانا ومما عتقت من ألف عام صففنا له المشارب والدنانا وذوبنا اللغة وكفينا منها بأصداء العصور الترجمانا فتن دوى مع الفلك المدوي فقال كلاهما إن كلانا فيبنى الرافدين ونعم فخر بأن فتى بني الدنيا فتانا حبتك النفس أعظم ما تحلت به نفس من المحن الامتحانا وذقت الطعم من نكبات دهر يمد لكل مائدة خوانا وجهلك المخافة فرط علم بكنه حياة من طلب الأمانة وأعطتك الرجولة خصلتيها مع النوب التمرس أو التمرس والميرانا فكنت إذا برى لك عنفوان من الغمرات أفضع عنفوانا وكنت كفاء مع معة طحون لأنك كنت وحدك مع معانا أسلت الروح في كلم موات فجلا غامض منه وبانا وطاوعك العصي من المعاني وكم غاو ألح به فخانا ويا ذا الدولة الكبرى تعالت وقد سحق البلا دولا كيانا بحسبك أن تهز الكون فيها فتستدعي جنانك واللسانا وأن تطر الشجاعة في شجاع فتعجب حين يعجبك الجبان يا الله وأن تعلو بدان لا يعل وأن تهوي بعال لا يدان فماذا تبتغي أعلو شأن فمن ذا كان أرفع من كشان أم الدنيا الغرور وقد تهاوت على قدميك ذلا وامتهانا يقول تمنى أبا المحسدي تغل فينا مطامحنا وتستشري منانا وضولنا فقد تهنا ضياعا وخب بنا فقد شلت خطانا وأدركنا فقد طالت علينا مقاييس قصرنا على سوانا وقد غصنا فلا الأعماق منا ولا نسم يهب علي ألا ذرانا وقد شمخت ملاحبنا علينا وقد أكلت أباطحنا ربانا حلفت أبا المحسدي بالمثنى من الجبروت والغضب المعانى وبالسلع النوافر في عروق كأن بكل واحدة سنانا وبالوجه الذي صبغ المرايا وبالوجه الذي صبغ الرزايا ببسمة ساخر فقسى ولانا بأنك موقد الجمرات فينا وإن كسيت على رغم دخانا وأن تراثنا ما أنت فيه وأشبارا حللت بها ترانا وأنك سوف تبعث من جديد تنفض ما تلبد من كرانا وتذكرنا بما قد كان منا وما سيكون لو دارت رحانا ولو ثرنا على النكسات منا ولو شد التوحد من عرانا وأن ما تعاضلت الليالي وما طبع الصراع على شبانا لموعدون فجرا أرحبيا نشق به الغياهبة من دجانا وأن أمة خلقت لتبقى وأنت دليل بقياءها عيانا يا الله أنت دليل أنت دليل بقياءها عيانا عيانا أتيب أتيب شاعران عظيما يستحق والله فيه بشار الخوري قصيدة الأخطال الصغير يصد يقدر ويش فيه بشار الخوري وصف ميلاد المتنبي يقول عرسم من الجن في الصحراء قد نصبوا له السرادقة تحت الليل والقببة يا سلام هذا الجن حلو عرسم من الجن في الصحراء قد نصبوا له السرادقة تحت الليل والقببة كأنه تدمر الزهراء مارجة بمثل لسن الأفاعي تلفظ اللهب أو هضبة من خرافات مرقعة بأحرف من لغة أو من رؤوس ضبا تخاسر الجن فيها بعدما سكروا وبعدما اضطربت أوتارهم صخبا فأفزع الرمل ما غنوا وما عزفوا فطار يستنجد القيعان والشهبا تمخذ الصبح عن طفل وماردة له على صدرها زأر إذا احتربا كأنه بق الرجراج في يدها أو خفقة البرق إما احتاج واضطربا نادى أبوه عظيم الجن عترته فأقبلوا ينظرون البدعة العجبة ماذا نسميه قال البعض صاعقة فقال كلا فقالوا عاصفا فأبى فقام كالطود منهم مارد لسن وقال لم تنصفوه اسما ولا لقبا سنبعث الفتنة الكبرى على دمه ونشغل الناس والأقلام والكتب ونجعل الشعر ربا يسجدون له فإن غووا فلقد نلنا به أربا فاختعل غير قليل ثم قال لهم سميته المتنبي فانتشوا طربا يا الله يا الله عجيب 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 يعني ميلاد متنبي مو ميلاد طبيعي أصلا هذا الميلاد قصة أسطورية ونت حتى في القصة حقس جواري جن عبقر جبت الطارق تدري فيصل تدري هذا ينسج مع فكرة أنه مو معروف من أبيه من أبوه مو معروف فربما كان هذا الجن عظيم الجن ومسألة الجن الملازم حتى يعني هي ليست في شعراء جهريين فحتى أبو تمام البحتري يسمون طبعا في نقطة مهمة وتنبي حين يهجو كافور الإخشيدي من ناحية الأخلاقية نحن لا نوافق على هذه المضامية بلا شك نحن نتداول هذا يعني أنا أعرف أنه نحن في غير عن أن نقول هذا لكن من باب التأكيد لا فرق بين عربين وعجمين لا بالتقوى من باب قد يهزل حسام وهو حسام ويحث الجود يعني تأكيدا فالمؤرخين ذكروا كافور طبعا حتى تذهب في السيرة أثنى عليه ومترحب بلا شك لكن متنبي من الشعراء المتنبي مربع تحولات في العقلية العربية المتنبي وهذا طبيعي لكنه كان بينهم قد يكون فيه مساجلات شعرية أو ما إلى ذلك يتحول الأمر بعد سنوات إلى أن يصبح هناك شيء يسمونه المعارضات التي ذكرناها سوى البارودي أحمد شوقي شعراء آخرين العطار وما إلى ذلك يعارضون قصائد لكن في مرحلة أخرى وصل لها المتنبي وهو يتحول إلى أيقونة أيقونة الأيقونة مرحلة متقدمة جدا أن يصبح رمزا لشيء معين حاضر في الذهنية تلبس بمعاني معينة محمود درويش مر بموقف بسيط يعني هو الموقف مقاربي لموقف مغادرة المتنبي سيف الدولة ذهب إلى مصر ومحمود درويش ذهب إلى مصر صارت مشكلة في في فلسطين مع يبدو لي مع الدولة أو مع الرئيس وما إلى ذلك فكتب قصيدة استخدم المتنبي فيها استخداما يسمى في النقد القناع يقول استخدام القناع أن يلبس قناع المتنبي وأصبح كأنه المتنبي وأستخدم سلوب محمود درويش قصيدة بعنوان لني لعادات وإني راحل قصيدة طويلة وجميلة جدا أذكر أنها مقطع قال لني لعادات وإني راحل هل غادر الشعراء مصر ولن يعود إن أرض الله ضيقة وأضيق من مطائقها الصعود على بساط الرمل هل من أجل هذا القبر نامت مصر في الوادي كأن القبر سيدها بلاد كلما عانقتها فرت من الأضلاع لكن كلما حاولت أن أنجو من النسيان فيها طاردت روحي فصارت كل أرض الشام منفى كلما انبجست من القلب المهاجر لحظة امرأة كلما انبجست من القلب المهاجر لحظة امرأة وعانقت الحبيبة أصبحت ذكرى ونفسي تشتهي نفسي ولا تتقابلان ولا تردان التحية في طريقهما إلي إلي يا طرق الشمال نسيت أن خطايا تبتكر الجهات وأبجديات الرحيل إلى القصيدة واللهب يا مصر لن آتيك ثانية ومن يترك حلب ينسى الطريق إلى حلب وأنا أسير حررته سلاسل وأنا طليق قيدته رسائل للنيلي عادات وإني راحل وينسى الطريق إلى حلب وينسى الطريق إلى حلب وينسى الطريق إلى حلب نفتي الخروج هذا نضب عندك كافورو وش كانت آخر قصيدة به؟ هو وليت الغروب يعني ويبدو أنه قالها في الطريق وهو يلهث وكان يوانفق عيد الأبحى مناسبة على طالة العياد العيد في حضرة سيف الدولة كان مختلف تماما في عيد الأضحى يقول فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا أنيئن لك العيد الذي أنت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيد فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى كما كنت فيهم أوحدا هذا الأضحى الفطر كان يقول الصوم والعيد والأيام والعصر ونيرة بك حتى الشمس والقمر وحتى لما مرسل في الدولة قصيدة مشهورة المجدعوفي يذعو فيتا والقلم المجدعوفي يذعو فيتا والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم صحت بصحتك الغارات وابتهجت بك المكارم وانهلت بك الديم ولا أخصك في برء بتهنيئة إذا سلمت وكل الناس قد سلم كل الناس قد سلم في كل موضوع متنبي حاضر لكن هنا بؤس وهرب من كافور فيقول هي أبيات مشهورة وكثيرون صار يقولون الذين يستشهدون بها القصيدة لما يقال أن المتنبي شجاع وهي حقيقة لماذا؟ هذه القصيدة شاهد لأن القصيدة كتبها وأرسلها إلى كافور وهو في مصر قبل أن يغادل يعني لو أخفق بأي شكل لو قبض عليه وهو هارب دون أن يقول القصيدة قد يعفى عنه ولكن القصيدة هذه موجب للقتل لو قبض عليه فهو أرسل القصيدة وهرب في نفس الوقت وهذه مجازفة خطيرة هو خلاص انتهى الموضوع أنه احتمال أنه تمسك بالضبع وبالتالي هو وبالتالي هو لما قال في القصيدة قال ضربت بها ضرب القمار إما لهذا وإما لذا إما النجاة أولها لك هذا الموضوع منتهي ما فيه خير ما فيه خير آخر قلبه يحرقه يعني جدا ولذلك هو كان يجتمع عنده في صبيحة لأدل أضحى الشعر عن كافور ويلقون أنه في أرسل القصيدة الشيخ ما يفوت الميعاد وهذه هذا يبيان قل عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد أما الأحبة الميداء دونهم فليت دون كبيدا دون هابيد لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد يا ساقيي خمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد أصخرة أنا ما لي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد إذا أردتك ميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا شاك باكم منه محسود أمسيت وأروح مثر خازنا ويدا أنا الغني وأموال المواعيد إني نزلت بكذابين ضيفهم وعن القرى وعن الترحال محدود وجود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود أكل مغتار إلى أن قال في آخر القصية إذا واستمر يهجو يعني بتنقل نعم نحن واضير مصر عن تعالي بها فالحر مستعبد والعبد معبود قصيدة قصيدة بعدين راح بعدين راح العضل الدولة ومدح عضل الدولة بقصائد يعني هو قلنا في الحلقة الماضية رثاء أول مدخل أول مدخل خراسان نعم وهي فيها مغاني وجمال وكذا ومع ذلك قال مغاني الشعب ضيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان بدين يقول ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني بدين يقول يقول ألقى الشمس فيها من يميني دنانيرا تفر من البناني بدين يقول يقول بلا أوالي فالشاهد أنه كتب قصيدته الأولى هذه مغاني الشعب في عضد الدولة واسمه كفن خسر هو بدين يكشف الدولة وقال فما يسمى كفن خسر مسمن ولا يكنى كفن خسر كان مطبيعي ما حتى سسمي كفن خسر أكيد نعم فكتب هذه ثم بعدين كتب قصيدته الجميلة لما عضد الدولة قتل خصومه وابن عمومته وكذلك كانوا ينازعون في الملك وعلق رؤوسهم وتأخذ المتنبي وقال فدل لك من يقصر عن مداك فما ملك إذن إلا فتاك وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا أطيق له حراك أحاذر أن يشق على المطايا فلا تمشي بنا إلا ابتراك يا الله حظيم القصيدة هذه بردو ثم خرج من عنده وأنا أتوقع مقتل المتنبي ليس لهجائه له وهذا ذكرت من البويهيين خوفا منه أن يهجوهم بعدما هو خرج بتعذر بأنه سيصل حشار أهلي ويعود وهم كانوا يتقون أنه لن يعود ولك طعا كلامك ابن العميد لما قال له أن أعضو الدول يقول لك تعال قالوا العبارة هذهك ما من عيدها أنه هل يضع جراءات واختيارات فقالوا أنت مملك في ضعنك وإقامتك أعضو الدول يقولوا خلوا يجي بس وقت لكن هم يعرفون قبل أن يأتيهم أنه لا يحب البويهيين ولا يحب الديلم ولا يحب الإقامة وأصلا وأصلا مشكة منتنبئ أنه لا يقول ما يقوله في شعره فقط هذه ترد مهمة يقولوا فعلة لولوفلتات في الكلام في الحوارات مما نقل مثلا سئل وبلغه أن عضو الدولة يقول جيدوا شعر عبي الطيب في الغرب قصد حلب ما قال قال الشعر على قدر البقاع هذه قصينة هجاء ودف إليه طبعا وأجزل له في العطاية ثم دس إليه من يسأله قال له إنك تبداح سيف الدولة من نائحة أجيبة ولم يعطيك نصف ما أعطاك عضو الدولة فقال أكان سخاء أم ما أتى أم تسخي سيف الدولة يعطي طبعا وهذا يعطي طبعا طبعا كله جاهد حاضر الهجاء فهو قتله خروجه مع عضو الدولة ليس هجاءه لما أنصف القوم ضبه أنا أظن هذه لا تقتله الشاهد يعني بس في بعض الأشياء اللي أنا بعض أقصال للفي بالي حرام أن تروح أبدأ نذكرها بشكل سريع أرق على أرق ومثل يا أرق وجو يزيد وعبرة تترقرق جهت الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق عين مسهدة وقلب يخفق وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينحق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرق هذه قصيدة يعني من أعظم قصائد المتنبي المتنبي دائما لما تنتهي من قصيدة تقراها له تكون مندفع وتعبر عنها تعبيرا هي أجمل وهي أعظم في الغالب هو شعره الجيد جيد ورائع كثير عنده مطلع قصيدة سطع على بيت اللي بتمام اللي اللي يقول لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق إلى نفسه دليلة المتنبي يقول أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلى والبين جار والبين جار على طافي وما عدل بما بجفنيك من سحر صلي دنفا يهوى الحياة وإما رحلتي فلا لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبدا الله وكذلك أرى كائب الأحباب إن الأدمع تطس الخدود كما تطسنا اليرمع فعرفنا من حملت عليكنا النوى ومشينا هونا في الأزمة خضها قد كان يمنعني الحياء من البكاء فاليوم يمنعه البكاء يمنعه بدنا يقول أبدت ثلاثة ذوائب من شعرها في ليلة فأرىت ليالي أربعة واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرىتني القمرين في ليل مع أجيب قصيدة المتنبه هذه وأخير أختم بها لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أو آهل يعلمن ذاك وما علمت وإنما أولاكما ببكا عليه العاقل يقول أنت لك في منازل ولكن لا تعرف من من عندك وهم يعرفون فأولى أن يبكي ليس أنت يعني ليس أولى أن يبكى عليك أنت القلب هو الذي أولى أن يبكى عليه وفيها القصيدة اللي تحت أو المأبيات اللي تحت اللي كان يقول إن عم ولذة فالأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل ما دمت من أرب الحسان فإنما روق الزمان عليك ظل زائل للهو آونة تمر كأنها قبل يزودها حبيب راحل جمح الزمان فما لذيذ خالص من ما يشوب ولا سرور كامل الله يلا فيه سرور كامل أنا من القصادة اللي أحبها أيضا الدالية كم قتيل كما قتلت شهيد ببياض الطلاة ورد الخدود وعيون المهى ولاك عيون فتكت بالمتيم المعمودي قصيدة يعني رائعة أنا حقيقة أريد أن أقول شيئا وهو أن الكلام عن أبي الطييم يطول شوط يعني طويل والحديث دوشجون حديثنا كله يبدو أنه خوض في ساحل بالرقاب بعض وهو سيد المطالع لكل مرئ من دهله ما تعود وعادة سيف الدولة تطعنوا في العداء وهو الذي قال إذا كان مدحن فالنسيب المقدم لكن أختم به هذه القصيدة أحبها كثيرا توفي غلام لسيف الدولة فأريد أن يعزيهم فقال لا يحزن الله الأمير فإنني سأخذ من حالاته بنصيبي الله ومن سر أهل الأرض ثم بكاسا بكى بعيون سرها وقلوبي وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيى دواء الموت كل طبيبي سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها ونرنا بها من جيئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب فارقها الماضي فراق سليبي ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لو لا لقاء شعوب وأوفى حياة الغابرين لصاحب حياة امرئ خانته بعد مشيبي وختمها ببيتين وأقولها لأبي الطيب فتتكى نفوس الحاسدين فإنها معذبة في حضرة ومغيب الله وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب الله والله 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 تصل الختم هذه البيتين يا صامي الختم سد وفي ذلك المجدية للاستثمار الله أعطيهم الفعافية على على جهودهم معنا ورعايتهم ببرنامج اللي تساعدنا على الوصول والانتشار وشكر لكم كذلك مشاهدين ومستمعين الكرام أتمنى منكم أن تشاركوا حلقة مع من تحبون ومن تعتقدون أنه يحب الأدب والشعر واللي ما يحب أبو طليب المتنبي تحديدنا سروا الحلقة هذه وحلقة الماضية وإذا ما نفهم معه جبل أبو فجري بي كويه إن شاء الله وخلاص أني اتشافة إن شاء الله شبك 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 وكذلك لا تحرمون تعليقاتكم وملاحظاتكم في الردود ونشر حلقة لهم تحبون والضغط على زر الإعجاب ونشر مقاطع منها إذا أردتم يسعدون ذلك لكن مع المحاوضة على وجود شعارات مايكس وشعارات أسمر أتمنى أن حلقة كانت لذيذة ولطيفة شكرا أبو فجري وشكرا أبو فجري السلام عليكم شكرا